أحب معي في الأستوديو بالدكتور أحمد فواد أنور الخبير في الشؤون الإسرائيلية والأستاذ في جامعة الإسكندرية أهلا وسهلا دكتور أحمد يمكن في البداية هذه ليست الحرب الأولى التي تخوضها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني خصوصا في غزة هذا ليس العدوان الأول من نوعه خلال حتى السنوات القليلة الماضية لكن لو عدنا إلى الوراء قليلا كيف تعاملت إسرائيل مع غزة في تلك الفترات يعني بعد حال حضاك يا دكتور والمشاهدين الحقيقة إسرائيل تعاملت بتلت أسليب تلت مقاربات وفشلت فيها جميعا الأولى الإدارة المباشرة والمدة 38 عام متصلة إذا أضفنا بعض الفترات الأخرى تتجاوز الإجمالي 40 سنة احتلال مباشر هذا الأمر فشل بامتياز جربت إسرائيل كان الانسحاب في 2005 قبل الانسحاب جربت أوسلو فشل من وجهة نظر الجانب الإسرائيلي أيضا طرح أوسلو في 2005 قررت الحصار من الخارج والانسحاب أحد الجانب فشل ذلك فترت بعض شهور للإكتياح البري وفشلت في الإكتياح البري في تحقيق هدفه اللي هو إطلاق جلعات شريط دلوقتي يا دكتور عمر إحنا بنتكلم على 199 جلعات شريط سأعود إلى هذه النقطة تحديدا وأعذرني على المقاطعة هناك أخبار عاجلة طبعا هناك تطورات تحدثنا عن ما ذكره الجيش الإسرائيلي قبل قليل في ما يتعلق بجنوب لبنان هناك أيضا أنباء عن أن المضادات الأرضية تستهدف أهدافا معادية في سماء العاصمة السورية دمشق هذا هو الخبر العاجل الذي وردنا الآن مضادات أرضية سورية تستهدف أهدافا معادية في سماء العاصمة دمشق وطبعا يعني كنا قد تبعنا خلال الأيام الماضية ليس فقط استهدافا في قرب دمشق لكن أيضا في مطار حلب إن كنتم تذكرون عزائي المشاهدين أعود إليك من جديد دكتور أحمد فواد أنور وكنت تتحدث وتشير إلى وجود 199 جلعات شريط الآن وأنت تقصد طبعا الأسرة الإسرائيلين لدى المقاومة الفلسطينية هذا هو الرخم الذي اعترف به الجانب الإسرائيلي جيش الاحتلال اعترف بهذا الرخم وهو مرشح للزيادة في ضوء القاعدة التي تنص على أو تتزرع بها أجهزة جيش الاحتلال إبلاغ الأسر أولا فهذا على الأقل هو العدد الحالي فهذا يجعل هؤلاء قوة ضغط عائلات هذا الرخم قوة ضغط على صانع قرار إسرائيل تم إسكات صوتهم على مدار الأيام الماضية في النهاية سمح لهم بالتظاهر أمام وزارة الدفاع سمح لهم بمقابلة رئيس الوزراء لكي يسألوا لماذا لا يتم موضع هذا الهدف من ضمن أهداف الحرب يعني أهداف الحرب على غزة ليس منها تحرير الأصل رغم أن الشريعة اليهودية تقول بأن النفس اليهودية مقدسة وإنقاذها مقدس على يوم السبت وعلى الأرض نفسها طيب ويمكن حضرتك تشير إلى قانون هنيبال الخاص بالتضحية بالأسرة لكن أعود إلى هذه النقطة ونقاط أخرى معك دكتور أحمد ولكن أستكمل ما ذكرته قبل قليل من الأخبار العاجلة التي تأتينا من العاصمة السورية دمشق والحديث الآن يعني على وسائل أو صادر من وسائل إعلام سورية عن دوية انفجارات في أحياء في العاصمة دمشق كنا نتحدث قبل قليل عن استهداف المضادات الأرضية السورية أهدافا سمتها بالأهداف المعادية في سماء دمشق الآن وسائل الإعلام السورية تتحدث عن دوية انفجارات في أحياء في بعض الأحياء في العاصمة نفسها في دمشق فأيضا سنتابع مع الزملاء ماذا يجري في دمشق ماذا يجري في العاصمة السورية دكتور أحمد فؤاد أنور إذن هذا الملف الأسرة الإسرائيليين ربما يشهد تفاعلا في الداخل الإسرائيلي ربما سيلعب الرأي العام الإسرائيلي دورا في تحريكه في اتجاه ما يعني هو في البداية هناك جرح وهناك كدل هناك صدام بسبب الموقف من الأسرة في حين أن الحخامات يرون أن يجب انقاذ الروح اليهودية هناك في حاجة اسمها قاعدة هانيبال أو قانون هانيبال سمحت الرقابة العسكرية عام 2003 بالكشف عنه بأنه يمكن التضحية بالأسير إذا ما كان في ذلك منع الأفضلية لدى العدو وهل المجتمع الإسرائيلي الآن بمقدوره أن يضحي بهؤلاء؟ لا طبعا من الصعوبة مكان أن يتم الاستسلام لتنفيذ هذه القاعدة التي طبقها إيزن كوت الذي ينضم لحكومة الطارق فبالتالي المجتمع حاليا لديه حلم الغليان لماذا تم خزلان المجموعة الساكنة القاطنة في غلاف غزة لصالح الضفة الغربية وقمع الضفة الغربية؟ لماذا هذا التقصير الشديد من جانب الاستخبارات ومن جانب المدارعات والمروحيات؟ فهذه أمور حاليا محل ضغط وبل وهناك المسكوت عنه بدأ يطرح بقوة المسكوت عنه تمثل في مدير مكتب رئيس الوزراء الذي قال أن على رأس أسباب الفوضى التي نحياها اليوم تلك الحفلة التي أجريت التي تروج لها إسرائيل أن تم قتل المدنيين وأيضا اسمح لي أن كان في قوة أمنية تؤمن هذه الحفلة طيب سنبقى في إسرائيل ولكن هذه المرة مع صور نعرضها وربما للمرة الأولى يشاهدها العالم ماذا في هذه الصورة عزائل المشاهدين؟ هذا هو اجتماع الحكومة الإسرائيلية الكابينت الإسرائيلي ومن يحضر هذا الاجتماع؟ يحضر هذا الاجتماع لأول مرة ربما في التاريخ هو الاجتماع الأمني المصغر طبعا بلينكين بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الذي عاد مجددا إلى إسرائيل ويحضر اجتماع الكابينت الإسرائيلي لدي تعليق ماذا تعليق؟ كنت أطلب منك التعليق يعني التعليق طبعا أن هؤلاء أقسموا قسم الولاء بقى لا يفشي أسرار تلك الاجتماعات فإنما حينما ينضم وزير خارجية أمريكا كأنه عضو من الأعضاء دون هذا القسم فالأمر جلل وفيه عجلة لتصدير طمأنينة للشارع الإسرائيل الشارع الإسرائيلي يرتكز على المصلحة الخاصة يرتكز على تحسين مستوى المعيشة يعني ناس تترك روسيا لتحسين مستوى المعيشة ناس تترك السيوبيا وليس الخلفية الأيدولوجية على نفس المنوال تم السماح اليوم بإطلاق التدريبات الجماعية لفرق القرط القدم فكانت رشقة السواريخ على تل أبيب وعلى القدس هي الرد بأن الحياة الطبيعية لا يمكن أن تتاح للقدس وحتى لحيفة البعيدة وفي حين أن الغزة محاصرة ويمنع عنها الكهرباء الأدوية نعم وكما ذكرت ربما أن هؤلاء الذين أقسموا على الولاء للدولة الإسرائيلية وعلى عدم إفشاء أسرار الدولة في إسرائيل يسمحون لبلينكين بحضور هذا الاجتماع طبعا نحن نعلم ما هي إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ورأينا وتبعنا خلال الأيام الماضية منذ أن بدأ العدوان على قطاع غزة كيف كانت تصريحات المسؤولين والقادة الأمريكيين المساندة بلا حدود لإسرائيل ولحكومتها لكن كما ذكرت الدكتور أحمد في هذه النقطة تحديدا أكثر من مغزة ربما يعني وصحح لي إن كنت مخطئا ربما يريد الإسرائيليون إرسال رسالة إلى الداخل الإسرائيلي بأن لا تخشوا شيئا نحن وراءنا وفي ظهرنا أمريكا طوال الوقت يتم وصف إسرائيل بأنها حاملة الطائرات الأمريكية في المنطقة الآن حاملة الطائرات تحتاج إلى حاملتي طائرات لحمايتها توصف إسرائيل بأنها مخلب قط للولايات المتحدة حاليا نتطر القط للوصول لحماية مخلبي فهذه من الأمور التي تصير القلق وتصير الهواجس لدى الجانب الإسرائيلي وبالتالي هناك ضغوط اقتصادية وأيضا أخلاقية ولداهم فشل أمني ولطمة تاريخية حول هذا الفشل الأمني ورئيس الشباك كان يتحدث قبل قليل عن أنه يتحمل مسؤولية الفشل الأمني الذي جرى في السابع من أكتوبر الماضي هل أيضا هناك ربما عتب بين قوسين للأجهزة الاستخبارات الأمريكية التي لم تساعد في كشف الهجوم الفلسطيني يعني هو من المصير للسخرية أن المسافة أكملها على مدار الجدار الذي شيد على مدار ثلاث سنوات نحو 60 كيلو متر فبالتالي لو فيه عداء مارسون يمكن أن يقطع هذه المسافة في ساعتين وبالتالي المناطيد للمراقبة لا تحتاج إلى أمريكا لا تحتاج إلى الولايات المتحدة فبالتالي تأمين هذه المسافة لا تحتاج إلى الولايات المتحدة ولا يمكن إلقاء هذا الإخفاق على شخص بعيد مثل الإدارة الأمريكية أو بايدن لكن في النهاية الضغوط والتأييد الخارجي لن يستمر للأبد بنفس القوة بمعنى أن اتحاد الأوروبي راجع نفسه في مسألة المساعدات التي تم تعليقها أو تجمدها فرنسا لم تعطي ترخيص لمزاهرة لكنها سمحت هذه الأمور تعطي مؤشرات لدى الجانب الإسرائيلي بأن فترة الجرين لايت لن تستمر إلى الأبد طيب ونحن نتحدث عن الداخل الإسرائيلي واستثمر وجودك معنا دكتور أحمد يعني هناك أكثر من تطور حتى داخل النخبة الحاكمة في إسرائيل استقالة وزيرة الإعلام تأخر الهجوم البري يعني هل يساهم ذلك وغيره في أن تغرق مركب نيتانياهو؟ يعني هو طبعا البعض بدأ يقفز حالك أشارة لوزيرة الإعلام النهاردة سموت ريتش بيحمل نفسه مسؤولية ما حدث وما سيحدث فبالتالي هو يتأهب أو يمهد الأجواء لاستقالة النهاردة المحكمة العليا الإسرائيلية بلا رئيس نتانياهو يرفض اجتماع اللجنة التي مخولة بتعيين رئيس جديد ففي قائم بأعمال رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية وهذا في إطار تصفية الحسابات بينه وبين المحكمة العليا المهم أن وزير الدفاع تم تهميشه تم إحضار جانتس وزير الدفاع الأسبق لحكومة الطوارئ وتم ترك يقير لبيد زعيم المعارضة خارج هذا الاقتلال نفس الكلام بالنسبة لهالليفي اللي هو رئيس الأركان تم الاستعانة برئيس الأركان القديم إيزين كوت بوصفه الأجدر لخيادة هذا المستنقع لذي أدخل في نتنياهو نفسه طب هل يمكن القول من هذه التبديل والتوافيق التي يعني أشرت إليها دكتور أحمد يمكن أن تعجل بالقضاء على المستقبل السياسي لنتنياهو في نهاية المطاف هو لا مستقبل سياسي لنتنياهو مستقبله خلفه إنما الفكرة هل يقال أثناء الحرب يعني هتبقى أول سابقة من نوعها أن يتم إقالة رئيس وزراء أو إجباره على الاستقالة هل هناك أحاديث حول هذه النقطة في الإعلام الإسرائيلي بطبع أبيقوله إحنا مش مسدقين نفسنا إلى أي حال وصلنا إحنا بنصدق جميع الأطراف مع عدد طرف الإسرائيلي إحنا بنستمع للجانب المصري للولايات المتحدة بنستمع لنصح رئاتها من روسيا والتنصيق اللي بيتم برسيا وإيران لكن لا تنطلع علينا وعود نتنياهو أو نفيه أو تأكيده لخبر ما فهذا أمر مفزع بالنسبة للقيادة العسكري يعني فقد نتنياهو مصدقياته في عموم الداخل الإسرائيلي بالضبط هو هيتوجه للمحاكمة في جميع الأحوال التوقيت هو اللي على المحاكمة هل يتم قلته أثناء الحرب أم بعد ذلك طيب يعني أشرت إلى ما قلت عنه أنه هناك رقابة عسكرية محكمة ومشددة على الإعلام الإسرائيلي يعني فيما تبدو هذه الرقابة؟ كل ما هو يندرج تحت الإعلام يندرج تحت رقابة وسطوة الرقابة العسكرية التي تأسست قبل قيام الدولة بمعنى أن مع قيام الدولة تم سك هذا القانون الخاص بفرض الرقابة العسكرية على جميع وسائل الإعلام وهو جاري حتى الآن وساري حتى الآن فيقولون سنة 2003 سمح بأن يعلم الجميع بأن هناك قعدة خاصة بالأسرة وتبقت في أكثر من الحال أيضا الإعلان عن بعض التفاصيل ينسب دايما للتهرب من الرقابة العسكرية يقولون أن وكالات أنباء غربية بتقول أن صحيفة أجنبية يعني يحاولون أن يتهربوا أو يتملصوا من هذه الرقابة بالاستناد إلى وسائل الإعلام غربية طبعا وفي مجال السوشيال ميديا هناك برضو حرب سيبرانية موازية جيش الاحتلال بيتعاون فيها مع شرطة الاحتلال ترجمة نانسي قنقر